مهرجان العالمين زي ما انتوا شفتوا تعالوا كده كلنا نروح العالمين حنروح لان العالم عالمين احنا بلد المغنى وبلد الفن وجدرانا ومعابدنا بتقول ان احنا الموسيقى في دمنا من المصر القديم فما ينفعش ابدا نبقى مصريين والغنى مش موجود في شوارعنا وفي حالنا وكمان في مدننا الجديدة العالمين مدينة جديدة على الخريطة سياحية وكمان بتقدم مهرجان مختلف تعالوا كده نرجع بالمهرجان اللي بدأ منذ اسابيع ومكمل لحد 26 اغسطس في ضيافتي في التاسعة النقد الموسيقي محمد شميس مساء الخير يا محمد ايه الاخبار زي الفل والله استاذ تمام عندي بقى محاور كتير عايز اتكلم بسرعة عن العالمين وعايز اتكلم عن العالمين قدمت الحقيقة كمية من التنوع الكبير فين الاصوات وفي التنوع في المجالات وفي الغنى الحلو اللي احنا بنحبه والترابي والشعبي والموسيقى وكمان يعني الفنانين العرب اللي جم نورونا والشباب يعني كل التنوع كان موجود في العالمين فخليني ابدأ معاك واقول مثلا فئة البوب ميوزيك بنتكلم على تامر حسني رغب علامة لانسي عجرم كارول سميحة اليسا انغام احمد سعد انغام طبعا قادمة بإذن الله الاسبوع المقبل يعني وكارول كمان اه اللي تم اعلانه عنه وفيه برضو الاستاذ محمد منغير طبعا وحمد الشعاري دول موجودين برضو دول الفئة فاحنا كنا دايما الصراحة بنبقى مفتقدين في السنوات الاخيرة فكرة المهرجانات اللي بتعمل حفلات جمهرية حقيقية كان دايما بيبقى عندنا فيه مهرجانات دائمة زي مهرجان موسيقى العربية او محكة القلعة بس نسبة الفنانين متواجدين فيه او نسبة التنوع مش بالكسافة الحقيقية اللي بتبين العمق الثقافي والغنائي بتاع مصر زي ما حصل في مهرجان العالمين انا عندي مهرجان فعلا متنوع حقيقي مش بنقول كده وخلاص فيه اهم الفرق مثلا اللي بتغني الفرق متخصصة زي كايرو كيف تقديم موسيقى الروك او فيه مصر اكباري عندنا فنانين مستقلين شعبي عندك شعبي النهاردة على مسرح العالمين فيه الموسيقى الكبير عمر خيرت عمر خيرت طبعا وفيه برضو مصرحة بزنحك قلت فيه رجل البحروي وكان فيه علي الهلباوي بيقدم انشاد فعندنا لبانا الكوليسيكي سواء بقى المدارس القديمة زي استاذ علي حجار واستاذ منتخط صالح ريهام عبد حكيم محمد محسن اه ريهام عبد حكيم محمد محسن في المدارس الجديدة فالتنوع ده احنا فعلا كنا محتاجينه ومحتاجين الجمهور تاني يرجع يشوف الحفلات مزاعة بتقنية كويسة جدا الصوت يبقى فيه توفر للامكانيات تبقى الناس تقدر وهي في المنزل تستمتع لو حتى حد ما قدرش يروح هناك زي ما كان بيحصل قبل كده بس طبعا دلوقتي يحصل بكتير زي ما كان بيحصل في ليلة التلفزيون وليلة اضواء المدينة والناس ترجع تاني تسمع الهونة ما خليني اقول انه ده التطور الطبيعي يعني انا كمان عندنا مكان جديد وحديث والدولة يعني عمرت فيه وعلى احدث وأجمل طراز سياحي ممكن الناس تبقى مبسوطة به لكن كمان يعني مثلا بص حضرتك وحنا منتكلم الشاشات كمان فخليني هنا نتكلم زي ما انت قلت التنوع احنا كمان خليني المسرح المقامة للحفلات هل المسرح يعني كمان عمل اضافة بحجمه طبعا ابهار البصري عظيم جدا لان الغونة كمان مش مجرد فنان بيغني وخلاص خلينا نقول ان الدنيا اتغيرت الفنان لازم يقدم عرض مبهر بصريا كمان للجمهور ده مثلا شوفنا في حفلة تامر حسني كان مشغول جدا ان هو يعمل دخلة مختلفة عشان يفاجئ جمهوره لان كيا كيا برضو الناس بتبقى سامع الاغاني قبل ما بتيجي الناس ما كانش مصدقة لما نزل تامر حسني والفايروركس في رجله والابراجة هي منوارة الابراج دي على فكرة الناس ممكن تشوفها وهي ماشي على الطريق طول الوقت لانها منوارة العالمين وكمان فكرة انه الناس لو مدخلتش الحفلة بيتابعوا الشاشات وده حصل في حفلات كتير زي الكينج محمد مونير وحميد وتقريبا كل الحفلات بيتم ازعتها على القنوات التابعة للمتحدة سواء ون او سي بي سي او دي مسي او حتى في القناة القولة ودي حاجة عظيمة جدا للناس لان اقول لحضرتك بقى بصراحة يعني كان في الكام شهر اللي فاتوا كان الجمهور المصري بالتحديد مشغول وخايف من فكرة الرياضة المصرية في الفن والكلام ده فاحنا بنسبت اقول لأ ان احنا عندنا الرياضة ورياضة مش مجرد لان حتى الحفلات اللي بتعمل بقى مصر هو انا ممكن اختلف معاك احنا مش محتاجين نسبت يعني لازم انا كمصري ابقى واثق اثبت ايه ده انا بغني من ايام الفرعون القديم ده انا الالات الموسيقية عندي على المعابد انا مش محتاجين نسبت احنا مصر قوية طول الوقت هي قوية طبعا بس احنا غيرين شوية احنا غيرين اه فكنا محتاجين يعني نشوف نجومنا اللي بنحبهم ومفهوم برضو الرياضة لازم الناس تبقى عارفة انا واحنا حتى بنتكلم على مغنينا العرب الكبار والعظام اللي شاركونا في مهرجان العالمين اصداراتهم حتى الجديدة واحنا بنتكلم على قليسة ونانسة وعجرم واستاذ رجب علامة كلهم اللي عامل اغاني بتاعتهم مصريين سواء شعراء او ملحنين او كمان حتى العزفين والموزيعين طوال الموسيقين فهو ده مفهوم الرياضة حتى في الهندسة الصوتية ده موجود